لماذا لعبة الملاكمة محرمة؟ وهل هناك تفصيل في لعبها؟ وهل تجوز في بعض الحالات؟ يا قوم اتبعوا المرسلين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته هذا الموضوع مهم لأنه يشمل لعبة الملاكمة الـ MMA كيك بوكسنج مواي تاي وهذه الأنواع من الألعاب ما حكمها في الشريعة؟ بداية قبل أن نتكلم عن الحكم الشرعي سأريكم أمثلة لبعض الملاكمين ماذا حل بهم؟ هذا الذي ترونه ملاكم يعني كان أسدا في حلبات النزال ويغلب مقاتليه ولكن سترون بعد قليل كيف أخذ هذه الضربة على قفى رأسي مع أنها ممنوعة في اللعبة ولكن تحدث هذه الضربة غيرت مسر حياته حتى صار عاجزا كما ترون الآن وصار يمشي على كرسي متحرك ولا يستطيع أن يعود إلى حياته التي كانت من قبل هذا ملاكم آخر ضرب على أنفه فانظروا إلى التشويه الذي وصل إليه هذا في لعبة الـ MMA في نزال UFC أيضا أحد المقاتلين ضرب على عينه بالغلط فقلعت عينه وصار يستخدم كما ترون الآن صار يستخدم العين الصناعية وهذا مثال آخر ضرب بركبة على وجهه فنزل فكسرت جمجمته وتشوه وجهه إلى هذا الحد الذي ترونه وهنا كما ترون وجوه هؤلاء كيف اللاعبين كيف يصل بها الحال في هذه اللعبة عند تلقي هذه الضربات القوية على الوجه ولا يخفاكم قصة اللاعب الذي كان نصرانيا ثم أسلم محمد علي كلاير أسطورة الملاكمة في زمانه استمر في لعب الملاكمة ولكن وصل به الحال إلى هذا الذي ترونه الآن لا يستطيعه يمشي انظر حتى لا يستطيعه يتوازن عند المشي فالشهر السابق وكل شيء هذا الذهب فهذه النشوة نشوة الشهر والانتصار واللعب وكذا كلها ستزول ويبقى أمران الأمراض التي ستخلفها هذه اللعبة والألم والإعاقات التي تخلفها هذه اللعبة وإثمها عند الله سبحانه وتعالى لماذا فيها إثم يقول الرسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قاتل أحدكم أخاه فليجتنب الوجه لا يجوز أن تضرب الوجه حتى في القتال الحقيقي في مشكلة بينك بين شخص تتقاتلون تتعاركون شخص مسلم لا يجوز أن تضرب وجهه الله كرم الوجه ومنع ضربه إلا في حالات يعني لا تستطيع دفعه إلا بذلك فوصلنا إلى حالة الضرورة التي يجوز فيها ما لا يجوز في الحالة العادية لكن ضرب الوجه محرم أنت الآن عندما تذهب إلى الحلبة تضرب إنسانا على وجهه أنت الآن عندما تدخل في هذا النزال في الحلبة ستضربه على وجهه بل لعبة الملاكمة مركزة على الضرب على الوجه فستؤذيه وتكسب إثماً وهو طالما عرض وجهه لهذا الضرب سيكسب إثماً وليس هذا الحديث وحده الذي يدل على تحريم هذه اللعبة في هذه النزالات ليش أقول في هذه النزالات؟ لأنك لو تمرنت فقط على اللعبة وعلى أكياس ملاكمة وتعلمت الحركات وكذا ولعبت ما يسمى بال light contact يعني قتال لكن لا تضرب فقط بحركة اليد تقرب من وجهه دون أن تضرب ممنوع في هذا الضرب فعند ذلك أنت تمرن جسمك تقوي جسمك تعطي جسمك القوة والنشاط والحيوية هذا شيء مطلوب شرعاً حتى أن النبي صلى الله عليه وسلم قال المؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف ليس المطلوب بنا أن نكون ضعفاء ليس المطلوب بنا أن نترك الرياضة ولكن عندما يكون في الحلبة تضرب الوجه وتعرض وجهك للضرب هذا لا يجز ولهذا يا إخوة الله سبحانه وتعالى من الأشياء التي سيسأل عنها العبد يوم القيامة كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم وعن جسده فيما أبله أبليته باللعب بالملاكمة دمرت جسدي ودمرت وجهي ودمرت دماغي بسبب ضربات تلقيتها في الملاكمة لكي أصل إلى هذا المرحلة من الشهر والمال أو أي أن كان فكيف ستجيب الله سبحانه وتعالى كذلك ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلك لا يجوز للإنسان أن يهلك جسمه ولا أن يعرض جسمه للهلاك وهو في حالة غير مضطر فيها لهذا فعلى ذلك لعب الملاكمة في الحلبات وفي النزالات وكذلك ما هو من مثلها مما فيه ضرب على الوجه كالكيك بوكسنج معي تاي وهذه الألعاب هذه لا تجوز ويجوز فقط التمرن وما شابه فيها ألعاب ليس فيها ضرب على الوجه مثل المصارعة المصارعة أيضا فيها حركات قد تكسر الظهر ولطالما كسر الظهور مصارعين فأيضا لو أن الإنسان تعلم المبادئ ولعب في النادي وكذا دون أن يصل إلى مرحلة المصارعة تلك فعند ذلك يجوز من باب تقوية الجسد لا من باب النزالات تلك يتعلم كيف يدعف عن نفسه كيف يقوي جسده نعم بعض الألعاب كالكارتي مثلا الكارتي أي أساسا الشوتوكان مثلا هذا الكارتي لأنها أصناف مدارس فمدرسة الشوتوكان ليس فيها ضرب يعني مؤذي فيها فقط لمس يعني ممنوع أن تضرب الخصم حتى في الألعاب ضربة يعني تؤذيه وإنما تلمس فقط أو شيء من هذا القبيب يعني هذه أخف حتى من الملاكمة مع أن أنت أيضا عرضت وجهك لأن تضرب ضربة حتى ولو كانت بالغلط وتؤذيك لكن مع ذلك يعني الإصابات التي في رياضة الكارتي أخف بكثير جدا 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 بمقارنة ما يحدث في الملاكمة المشكلة في هذه الألعاب الكارتي الجوجيتسو الأيكيدو مثلا الجودو وغيرها من الألعاب اليابانية أنهم استقدموا هذه الألعاب لسه هذه مشكلة لسه أخطر من الذي ذكرناه في الملاكمة على فكرة استقدموا هذه الألعاب مع الطقوس التي فيها الطقوس عندهم في اليابان يوجد سجود لللاعب المقابل فالتسجد له أو تركع له تركع للمدرب في الكارتي يركع التلاميذ للمدرب بخفض رؤوسهم هكذا له يقولون أس يعني هذه تحية يقول له المدرب يعني حي المدرب فينحنون له هذا القبلة عندي فينحنون هكذا للمدرب طبعا و يقولون أس ثم يلتفتون إلى اللاعب الذي يكون على اليمين لي هو مساعد المدرب وينحنون له وهذه الطقوس موجودة في البلاد المسلمة والمسلمون يمارسونها وهذا طبعا محرم بشكل كبير وفي الجودو يسجدون للطرف المقابل حتى عند يعني قبل بداية اللعب يسجدون له سجودا وهذا فعل منهي عنه في شريعتنا نهيا كبيرا جدا وبعض العلماء صنفه من المكفرات فأيضا هذه لما انتقلت هذه الطقوس دون تحرير في هذه المسألة تحريرا إسلاميا أيضا ما عادت المشكلة فقط في النزاء في المصارع أو الضرب ما شبه ذلك إنما صارت مشكلة أكبر مشكلة عقدية أضف إليها في لعبة الملاكمة يلبسون شيئا قصيرا في لعبة السومو يلبسون شيئا قصيرا يكشف العور لعبة السومو عورة واضحة فاضحة يعني البنطاء القصير الذي يلبسوا مثلا في المصارعة عفوا في الملاكمة قد أجاز بعض أهل العلم ظهور شيء من الفخذ من أسفل الفخذ شيء يسير يعني فوق الرقبة بشوية بأصابع هذا بعضهم أجازه وراجح عندي أنه لا يجوز لكن يعني في بعض الألعاب لا يلبسون مثل الموايتاي حتى يلبس يعني الشورت اللي يلبسوا قصير جدا يكشف أكثر من نصف الفخذ فأيضا هم ما استقدموا اللعبة فقط استقدموا اللعبة مع ما فيها من عادات مخالفة لشرعنا فهذا مجمل ما استطيعوا كلامه عن هذه الألعاب القتالية بارك الله فيكم وأرجو أن ينتبه المسلمون إلى مثل هذا حياكم الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته يا قوم اتبعوا المرسلين